النهاردة حبايبي اناعمل مع بعض صنية كنافة بالكريمة وحنعملها بالطريقة الصحيحة المظبوطة زي ما بتتعامل فأفخم محلات الحلويات بالزبط فالقيت الشريعة من بره غالية وهي طريقتها سهلة وبسيطة اللي تتعبيرها في البيت واتفرحي جوزك وأولادك وحيتبسطوا جدا بيها اناعمل الشرباط مع بعض اناعمل الكريمة مع بعض نبدأنا بالكنافة مع بعض فتابقوني عشان حنعملها خطوة بخطوة مع بعض وما تنسوش حبايبي تشاركوني برأيكم في التعليقات وتصلوا كده على رسول الله كده في التعليقات عشان يبقى الصدق يا جارية ليه وليكم يلا بينا انتبع الطريقة مع بعض موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب اسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنال والرأي تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ويلا على بركة الله ونبدأ اول حاجة في عميل الشرباط اول حاجة بعملها بجهز الشرباط معايا نص كيلو من السكر يعني كبايتين كبار كده من السكر كباية مية هنحتاج لرشة ملح لمو ونحتاج للفانيليا فانيليا بودرة هنضعها اخر حاجة ولو انت عندك عسل كلوكوز وعايزة اللي انت تضيفي معلقتين من عسل كلوكوز على نفس مكاولات الشرباط فممكن ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص هي رشة الملح اللامور اللي انا ضفتها فدي بتخلي الشرباط ما يسكرش وكمان علشان الشرباط ما يسكرش منك ويعمل حبيبات سكر على وش الحلة كده في جناب الحلة فحقولك تعبيني ايه دي وقت طبعا بنحط الحلة على البوتجاز وبعد كده بنجيب شوية مية سععة كده في طبق وفرشة سيركو وحيبدأ الشرباط بنسيبه كده يغلي المدة 8 دقائق 10 دقائق لحد ما يبقى قوم بتاعه تقيل بنبدأ في أثناء المدة ديت وهو الشرباط على البوتجاز عيبدأ مع الغلايان عيام الحبايبات كده من الشرباط التقيل كده على جنب الحلة فالحبايبات دي بعد كده بتتكون لطبقة للسكر بيضاء فإحنا عشان الشرباط ما يمشي كده ويسكر بعد كده فبنحط الفرشة في المية ونبدأ نمسح الجناب متاعه الحلة من الوقت يعني طول ما هو الشرباط على البوتجاز فإحنا بنقرر الخطوة دي كزا مرة ليه عشان الشرباط ما يسكرش وأول الشرباط ما يوصل قوم بتاعه يبقى تقيل كده ترفع معلقة بينزل نقط كده تقيلة كده زي ما انت شايفها فبنطف البوتجاز وبنسيب الشرباط لحد ما يبرد تماما واخر حاجة بنضيف الفانيليا يعني الشرباط لما بيبدأ اللي هو يوصل قامل مظبوط اللي أنا عايزة فبنبدأ نحط الفانيليا اخر حاجة ربع معلقة صغيرة من الفانيليا البدرة أنا بجيب الازازة الفانيليا دي من العمد العطار بتبقى ريحتها يعني مجرد اخد منها حاجة بسيطة فمش بالكترة لان الفانيليا دي بتبقى مركزة فبناخد رشة منها فبتخليني الحاجة ريحتها حلوة جدا والطعم حلو كمان هنا بقى نبدأ نجهاز الكريمة نسيب الشرباط يبرد ومعايا نص كيلو من اللبق وهنا معايا كيس كاستر اللي هو الكريمة فبحط كده زي ما انتم شايفين أنا حتى عيرت بالمعلقة عشان تبقوا عارفين أنا حطيت كم معلقة الكيس فيه كم معلقة وبنحط بقى معلقتين كبار من النشا بعد كده بنبدأ بقى نقلب الكاستر مع النشا وبنقلبهم مع اللبق نا ونقلبهم كويس بالمعلقة اللبن مغلي وبارق ده مش اللبن من السخن دلوقتي اللبن ده كنت جايبه من بالليل وحطه في التلاجة غليته يعني ولما برت دخلته في التلاجة وبعد كده تاني يوم بقى طلعته وقلبت عليه بقى الكاستر والمعلقتين كبار من النشا وبنقلبه كده على البوتاجاء زي لحد الكريمة ما يبقى يديني قاوم كريمة كده واتقي طبعا القاوم بتاعه بيبقى اتعل كمان من الكريمة العادية اللي احنا بنصبها في كاسات يعني لان كريمة دي احنا بنستخدمها في حشو الكنافة فلما تدخل الصينية يعني في الفرن الكنافة فما يتبقى متمسكة حتى بعد التسويه فاول ما يوصل معاك القاوم دهوت فخلاص نسيبه بقى كده على جنب ونبدأ نجاهز الكنافة ايه مع بعض انا كنت احطه في الكبه بتاع الخلاط تلات معالي كبار من السكا السكر اللي احنا بنحل بيه الشاي او بنستخدمه في العصير واخدى بانه سكر اللي ابيت خدت 3 معالي كده وطحنتوه وانا معايا نص كيلو كنافة اللي هي الكنافة الشعر اللي هي الرفيعة دي بنبدأ نقطحها بنفس التقطيع اللي انتو شفتوها دلوقتي في العلبة بعد كده بنفككها بقى من بعضيها كده هو وقت وعشان تبقى جاهزة ايه معايا نبدأ نحط بقى السكر اللي انا طحنته في الكبه بتاع الخلاط سكر بودرة يبقى انا كنت تحنى اه تلات معالي كده من السكر وحطيت السكر البودرة بيقلبه بقى مع الكنافة حنقلب فيه كويس عشان اه الكنافة كلها تضغطها بطبقة السكر اه طبعا انا وقفت بس الكاميرا بعمل ما قلبته كويس وبعد كده هنبدأ بقى ايه معايا الصنية ديت اللي انا هعمل فيها الكنافة اه خدت كده السمنة ديت سمنة بلدي كنت عابلها معاكو اه طريقتها سهلة وبسيطة يعني دي سمنة بلدي اقتصادية اه طريقة بتاعتها بسيطة جدا نعم مش مكلفة خالص يعني تعملي سمنة بلدي في سوالي يه هنا بقى هناخد نص كمية الكنافة وحطيتها في الصنية حد اللي انا ايه وقفت مع بالما فرتتها وزعتها كويس وبعد كده بضغط عليها بكافة ايدي لحد ما تتساوى تماما نعم بعد كده اه بتكون الكريمة بقى ايه الكريمة جاهزة معايا بصوا قوم بتاعها تقيل ازاي ببدأ لانا بفضيها كلها كده على طبقة الكنافة وآآ يعني باخد كل حاجة ازاي ما انتوا شايفين الكريمة متماسكة آآ خالص فده اللي انا عايزاه ليه علشان بعد الكنافة ما تستوي ونبدأ مقطعها فتبقى طبقة الكريمة كده آآ مسايحة فيها في الكنافة لا تبقى يعني مسكة نفسها ويبقى في طبقات طبقة الكنافة الوحدية اللي تحته طبقة الكريمة وآآآ طبقة الكنافة اللي فوق فيبقى في طبقات بعد كده انما لو الكريمة آآ قللت فيها الكسطر او النشا فهتبصت لها اللي هي آآآ يا دوبك اكنك مسحها كده الحشوة اكنه ممسوح كده بكريمة وخلاص آآآ ده بس السل التبعي نفس الخطوات اللي انا بقولك عنها هنا كان طبعا انا كان معايا كوباية من السمنة البلدي في البرتمان فأنا يا دوبك دي انت الصينية وبقى ايه طبقى ايه بابدأ لانا باخد كده بكاف ايديا وبابدأ لانا ايه بوزحها الحركة دي آآ دي عتخلي الوش الكنافة كله يضغط بالسمنة آآ زي ما انتم شايفين نعم يعني انا بوزع وبضغط كده عليها على على الكنافة كده هو بأدية عشان طبعا الوش الكنافة كله يضغط بالسمنة الحركة دي مهمة جدا اللي انتي ايه تعمليها آآ بعد كده هندخل بقى الفرن كان سخن معايا يعني كنت بشغلاه عشان يسخط من اه وقت انا ما كنت بجاهز الكنافة اللي انا حطاها في الصينية كنت مجاهزة الفرن اللي هو يسخط دخلت الكنافة في الرف الوسط وبسبع لحد ما تبدأ تاخد لون ذهبي من تحت بعد كده بقلب الكنافة آآ وبحطها لان الوش اللي بيبقى في الصينية هو اللي ده كده الشربطة هو بوره لكم برد برد تماما نعم طبعا لما بتاخد لون ذهبي من تحت انا اللي بتها ولجعتها في الصينية تاني وبعد كده حطتها آآ في الفرن لحد الوش اللي كان فيه اللي الابيض ما يبدأ ياخد لون ذهبي برده من تحت وبتبقى جاهزة معايا ده يعني ده كده الوش الناعم خالص ده هو ده كده اللي كان في الصينية من تحت آآ انا بحب اللي انا بقدمها كده آآ فطبعا آآ بتبقى آآ خرطة الكنافة كده آآ وقت التقديم بتبقى عطيها شكل جميل جدا ومتساوي آآ آآ بتبقى تحفة بصراح هنا بعد الشربط ما برد معايا تماما نعم آآ 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 ببدأ بعد كده شربط تقيل تحفة وجميل جدا نعم ومن غير عسل كولوكوز يعني وعلى فكرة انتظروني في الفيديو اللي جاي بعد كده هعمل لكم العسل الكولوكوز عتعبليه في البيت وآآ بكل سهولة آآ بعد كده بس اي بقى الكنافة كده بالشربط التقيق لا آآ آآ طبعا انا مش هستخدم كمية الشربط كلها اللي انا عاملها معاكو ما انا هستخدم نصها بس لان احنا مش بنحب الكنافة تكون مسكرة قوي يا لو انت بتحبيها مسكرة قوي فممكن تقطري في الشربط اي شوية آآ هنا بقى انا ما سبتهاش تبرد على فكرة يعني انا انا جبت بقى السكينة ويقدوبك هي هي سخنة برضو يعني لسه دافية برضو ايه معايا يعني فبس قلت بقى ايه لانا اطحها كده وتشوفوا شكلها يعني عشان اوركو شكلها طبعا من نجاح الكنافة معاك اللي هي تبقى آآ متمسكة تكون مسكة نفسها ما تكونش طرية معاكي آآ بعد ما بنحط الشربط قوعد غطي الكنافة لان انت لو غطتها وهي لسه سخنة هتلاقي الكنافة معاكي بقى الطرية ومش هتديك النتيجة المزبوطة آآ مش هتلاقيها اللي هي زي ما بتتبع برا آآ في افخم محلات الحلويات اللي هي تبقى متماسكة ومسكة نفسها كده هوت حتلاها اللي هي بقى الطرية معاكي وده بسبب ايه بسبب الغلطة اللي انت بتغلطيها اللي انت بتقوم مغطية عليها ويالسه سخنة فبتلاقيها اللي هي بقى الطرية طيب في الحالة ديت مثلا لو انت عملت كده ونسيتي طب تعملي ايه وانت حطيت الشربط وغطيتي وغطيتي القنافة وحسيت اللي هي بقى الطرية فولعي الفرن كده خمس دقايق ودخلي الصينية في الفرن نعم واسبها خمس دقايق في الفرن وبعد كده حتلاها اللي هي رجع التاني اللي هي بقت بقت مش طرية يعني اه بعد كده بتطلعيها وما تغطهاش اه فحتلاها اللي هي تزبطت بقى عاكي وبيت جميلة هنا بعد ما قطعتها وطلعت خرطة كده مدناها عشان اولوكم شكلها بصوا يعني وغض الشرباط المزبوط ما قطرتش في الشرباط اه كنافة مسكة نفسها مش بغطيها بعد ما بحط الشرباط مش بغطيها خالص باسبها لحد الصينية ما تبرد كده وطبقات الكنافة بينها وطبقة الكريمة وباسبها لحد الكنافة ما تبرد وبعد كده عايزة تحتفظ بها في التلاجة فبتغطيها بغطي الصينية دي بغطة حلة وبدأ خالها في التلاجة واللي هيكل منها في الوقت شكرا ومشاهدة السلام عليكم اشتركوا في القناة